السلام عليكم أخوتي أتمنى تكونوا بيخير وتوزتوا عيدكم بيخير وبصحة جيدة جينا اليوم بحكية جديدة أتمنى من قلبي أنكم تفعلوا معها حيث كتستحق منكم التعم بطلتنا مازالة صغيرة بالساف وتزوجات ومعرفاتش أنها تتعامل وتسيطر على نفسه ومشاعرها غرها الشيطان ودع تشيح ويجلي صعيب يتقبلهم العقل فإلا وجدين تسمعوا لرانيا ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد دابا يلا نبدأ رانيا كتقول أنا في عمري 23 سنة تزوجت بوحد دري يلا شي شهور قليلة تقريبا 9 شهور بحلقك عن حب وكنت مساحبة معها بخبار ماما وكل شي وهي اللي كانت كتخليني نخرج معها وهي أصلا اللي قتلي صيدي كنت كان عاودت لها عليه هيت كان يجبني بساف وقد يدورو به البنات ومرفح وباقي غير صغير وعنده طنوبيلته ومهلي في بابا درينقي واخا فايتني غاب تلت سنين وباقي برهوش كان غرضه في المعقول من الأول وانا ما كانش عيني في القراية وماما زيداني لدرجة انها كانت قتلية حملي منه باش يتزوجك صحة المره حماقت وكتزيدني شي حويش فشكل انا غنعودهم لكم دقة دقة وانتم حكموا المهمة اخوتي انا تربيت مع ماما وراجلها ما عنديش بابا وعمري عرفته وما بغيتش نعرفه وماشي ملقطة من صنقة ولكن تخلى علي الأب بسبب المشاكل والمطالب ماما الكثيرة لي لم تتقعد وكي يقولون الناس والله اعلم ماما كرا كان دير الصاحب على أبك وهبلو حماق الراجل من اللي عرفها وزاد في حالاته وما بقى حتى واحد عرفه فين ساد وانا بطبيعة الحال الوسط لا عندي ما نقدم ولا ما نوخر لقيت لي ماما كان قولها غواخة هي وراجلها سيبين بالقياس كي يضلوا في باته يزدحوا لي فقراسي ودي مطالقين الشعبي ومحيحين في الدرب وطاح الحك وصبغطها هي وياه كيتشابه بجوجهم مكيح شموش وخمامة انا كنقولها الحق وصافي حتخرجت لي على حياتي وزيدتني لشي امور صعبة حتى يتقالوا المهم اخوتي من اللي عقلت على رأسي وها تقول لي غير بروفيتي وجيبي الفلوس من المكان وحتى انا ماشي شي وحده اللي ذا مام امتقل ورزينة تابعة ماما فهبالها وملي تعرفت على راجلي قلت لي بأي ثمن خاصك تزوجي به وخا تعرفي تغرقي معه وسط الحرام بحكم هو اللي كان يصير عليها ومبرعني انا وياها ودري درويش تلوط عليه ويجبت نمرته صحة وبدأت اعود لي على ماما وكنت بحطة عليه اعتقني رأى تخرجني ماما الحرام وذلك تخربك كامل وحتى قلبه طيب وخابين ما خصوه حتى شي خير خصوه بثاف بهم زوجه وش عيالات وضربتني بركلة ومخلي ماما فرقنا مريضة ونفقوصة على ظهرها الحوج الصراحة تعرفت عليه كاصدقاء في الأول ولكن من البداية اعودت لي على ماما ابقيت فيه الصراحة وحتى ماما شجعتني وقالت لي منه تخلاقي وليس تقول لي اعرضي لي للدار باش يعرفنا ناس مفتحين والصراحة كان كيعلنقني قدامها وما تقول والو وبعد المرات تقول لي يدخلوا للبيت مالكم حشمالين ببعضياتكم واناوية بقيها صغار الشيطان بناتنا ونتحكم اناوية فراسنا حتى نحياه وكندوزوها بصبحي وفي دارنا من الفوق وماما كتسمع وكنت راضي على ذاك شيء اللي كندير وعمرها قاتلية لما تديريش هكاك بالعكس كتعلمني كيف شنت حلوين ونبيل قونوتها ديالي وكتقول لي مالك مغلفة عبطي شوي على سترك ركبنت زعمة بيني ما عندك وكنت مصاحبة مع الدراري من قبل ولكن ما كانش فيها الحرارة لمعها هذا هذا عجب ماما وارضاها ماديا حيث مغرقني بالكضوات وكي عجبني السراحة وكنت كنقول را كان بغيه حيث كنت كنشوفها هو اللي في حياتي ومن خيره ما كانش وعرفني على امه في الأول امه ما عندها حتى شيء قرار دي مقاعدة وعقدة راسه ومجبته ما تحني ما تدني ذاك شيء لاش طار لي هالراجل من بيناديها وطار ليه حتى الفريخ المرأة مغضوب على أمرها والراجل دير ما باغي إذا كانت دارهم خاوية في أغا هو أمه أخوته شيء على بره واحد ختم زوجة وعيشت في دارها وبه مرة مرة كي جيت للوصافي مخليليهم الفلوس وعيش حياته كان الراجلين سكين في قوس من جهة تبا لدرجة أنه بعض المرات كان كي يشرب وكي يقول لي كنسى كل شيء من اللي كنشرب كان بحليلة معقد شوية وطحت عليا رمنا بغمضة وزيد نغزة في المشاعر وضغية كيبكي والصراحة ضريف معايا وكان بقع فيه وبغي يعاوني باش نخرج من دارنا ولكن أنا استغليته الصراحة حيث من اللي وصلت ليه ما بقاش كيبال يغا هو ولكن بحليلة وكيبان لي هذوك الأمور اللي كتقول لي يا ماما كلهم على صواب حيث ولت حياتي بدلة جدريا ولا عندي كل شيء وما بقى خصني والو وليس كنقول ماما كانت كذرة على هذا الشيء من الليل أنني نعيش الحياة اللي كنستحقه بسهولة بغت لي ديمة الجهة الرابحة المهمة أخوتي صاحبنا المدة دي العام تقريبا ودوزنا فيه كل شيء فطرهم وفطرنا وما حدو وصل لي وهو كيبغيني كتر وكتر لم يزع معها فيني كنت مكن نخليش لي فيني شوف وحدة آخرى مرة نشكي مرة نبكي مرة نفرحه ومرة نبعد عليه ونخليه مو حشني حتى صافي طيبته طيبني وقال لي يا واشت قبلي تسكني معنا في الدار أنا وماما وانا نقول لي كتا جزع ما هو يقول لي نسكنه مع ماما باش ما تبقىش بوحدها واصلا هي مو ملفة بثاف معا هو الصغير ديالها قلت لي واخا بالفرحة عليها وماما كان طيرة بالفرحة بحالي لي هي اللي عروسة ايوات شرطات عليه كيف بقعت وانا كندير الممني دوز وما درناش العرس واخا برزقه درنا العقد وجابني بحالي لي شافرني معباه ما كانش باغيني وقال لي لابغيتي هذيك الشيطة تزوج بياب لشوها وشنا هي الشوها في نظره هي العرس حيث ما بغاش عائلته يسيقوا الخبار بلي تزوج بوحدة بحالي كان ممسوقش الولده وعنده زيد ناقص وولده وخامة عنده شمعه راكي يدير بكلامه حيث هو اللي كي يصير عليها انا وياه بحكم راجلي اعاطي غانطوطح في الزناقي وقليل فاش كي يخدم ودليل كيف ما يقوله ولكن انا ماشي السوقي فهذا الشيء كامل المهم هو بخيره حيث هو وبه واحد يدسوا وجنال ومشيت معها لدارهم كنا في الول عايشين به خير وعطينا غير الطوران والماكلة والنعاس والفراش دي محطة طلع ليه فراشي كنحس به ماشي مجهد وضغيه كيعيه وكي بدي لها تعليه وانا دي الساعة كنكون طلع السماء وباغاه وهو كيموت له الحوت وخبقي صغير عيان في الفراش وهذا الشيء باليه مع الوقت حيث في الول كنغسط حين ومشبعني وقانعة ولكن مع الوقت رغبتي كترو وليد كنحس به برهوش وضعيف عليا اصلا ماشي قلدة زعمة وضغيه تنويت في خاطري وليد كنقول واذا هذا؟ سوف نعيش مع حياتي كاملة لا يمكن أن نشاهد شيء وبدأ تكون ماشي عند ماما ونعود ليها وبدأت تخليه افكار رأسي الخيال صافي قلت لي يا ايو ابا قد علاجه جيالات وقل لي قد علاجك حتنتي كان يجيني ذلك الشعب وقل لي رأي هذا الشيء الذي قل لي لا يمكن رأي قد بنته واذا حمقيت يا ماما؟ قل لي رأيك اهبره فتية بالنسبة لي وهذه هدراولات قد علاجه في طماغي لدرجة انني عفت راجلي في النعاس 5 دقائق كان نضمن حدها وهذا الشيء غير من بعد شهر او شهرين على زواجنا ما زال حتى مشبهش مني وليد كنقمعه وعيني يمشى وديها اخرى او غير بباه يأتي يزورنا عندما يأتي لداره ونبدأ نشاهد شي شوفات ادي الاعجاب وهو ما يدهش فيها وليد كنقل لماما سوف ارددك ما قلت لي وما اربحت شاي وقد قلت لي يا صافي شرفتي ما بقيتش اعطي العين حسن منك سوف يكون كبير منك قاضية الغرض عليك وانا كانت فقص وكان مرضى بوحدة اخذتها مع رأسي اذكر حتى طيحته كما طيحت ولده صافي جهلت عليه حيث هو يأتي سيمانا يقلسها في الدار عادي يمشي يغيبشي 15 يوم عادي يأتي ثاني وانا كنت كانت سيمانا بفارغ الصبر تصوروا معي حتى الطوال كانت ضيف فيها واحد المرة حتى دخلت عليه دخلت براسي معي قاش غير باش نشوف اشنوهاز وانا ندير براسي حشمانا حيث لقيته مجرجره مدلي قطع الحمار خلاني عليه شحفانا وكانت عليه استراحة من اللي شفته والليس كانت سيمانا كان هو ولا كيبلي يا راجل احلامي بعقله وقدر انه يرضيني وماشي شي باني مزاف بقي عاطل العين وانا عجبني الصراحة وهو وقله حس بيش على في العافية وعرف ولده وقله منذ وزبيغة الوقت واخي يقول كيف يبغيني ذلك شي حيث لماذا؟ ايضا استطاعت مني اصدق كاميرات وكاميرا اتباه ان انا اصدق وتقول اصدق لو كاميرا ولك نرى اصدق وولك اصدق وقال اصدق على ولك ابنى ايضا اصدق كامل ولة اصدق الشرف اصدق وكاميرا ادفع ما يسقط لدي اصدق ولم يضح ويضرها عن كاميرا صراحة يدوز عليا ولكن ما بغاش وخما خليت ماترت ما بقى غنط لحاليه وهذا اخر الحلول اللي بالنسبة لي كان دير سبب السلام وكان خطف لحظة دسوينة وما كان سخاش به حيث هو طويل ومقادده باقي كيبان حسن من ولده حيث راجلين قصير وضعيف طلع أمه كون غير طلع البابه كون راني عايشة الخير والخمير والطماع هذه هي حالته بغي ديمة اكتر انا عارفة راسي غالطة ولكن كنت ضرب على رأسي حيث اليوم لغضة من اللي يدير عقل البعلك يقول يا باي باي يا شيغي راني شربت عقلي اعرفتك مسال حشلية ويسمع الهضرة البابه اللي فيه الدودة كتر مني اللهم ما نضرب على راسي واخكا نتراجع مع نفسي ولكن عقله كيغلبني وكنكمل في اللي انا فيه انا ما زال ما وصلت الوالدابة ولكن مع الوقت ما عرف شن ممكن يوقع قولوا لي يا اخوتي ايلا تربيتوا نفس تربيتي واش ممكن انكم تكونوا بحالي ولا شن الحال في نظركم حيث تفكير بايجابية والحويج زوينة مبقاش عندي قولوا لي يا اخوتي شن بليكم في حكايتي وإلى اللقاع اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر